هنا كانت ملكة أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم هنا كتب اليمني تاريخه وخلد مآثيره ورسم معالم حضارته ليقول لمن بعده أنتم أحفاد الملوك ونسل القادة الكرام فلا تقبلوا بدخيل ولا تنحنوا لمتكبر إنها شواهد التاريخ وآثار مملكة سبأ التي أدرجتها منظمة اليونسكو على قائمة التراث العالمي لتكون خامس معلم تاريخي يمني في قائمة التراث العالمي إدراق هذه المواقع ضمن التراث العالمي يعني هذا عمال عظيم وسيؤدي إلى نتائج عظيمة كيف؟ أنت عندما تدخل في إطار منظمة اليونسكو هذه المواقع الأثر ولما تحصل على دعم وهذا سيساعد في عملية الحفاظ عليها الحاجة الثانية أن العملية عندما يعلم العالم أن هناك مواقع ذات صفات أو مميزات اجتثنائية اشتقلتها اليونسكو سيؤدي هذا إلى إدعى شوق الناس إلى زيارة هذه الأماكن وبالتالي يكون هناك مردد شاح كبير معالم التاريخ وشواهد الحضارة لو خلت الحرب بينها وبين العالم لتقاطر عليها السواح وعشاق الحضارة والتاريخ من مختلف البلدان ليقفوا في حضرة ملوك سبأ معانقين للتاريخ ومشاهدين لشواهده التي قاومت عوادي الأيام وتقلبات الزمان إلا أنها أصبحت عرضة للإهمال والعبث بعد أن تناولتها أياد النهب وأطماع المهربين وعبث الزائرين الآثار معرضة لأختار الحرب الآثار معرضة لأختار السيول الآثار معرضة لعملية التقريب والاستحداثات والتوسع العمراني والزراعي في مارب هذه كلها كوارث يعني أختار تؤدي إلى كوارث وقد أدت بالفعل فشور مدينة مارب القنوبي أخذتها السيول يأتي إلى هذه المعالم التاريخية أفواج من أبناء اليمن الذي نخذ لهم الحاضر فآبوا إلى الماضي يستلهمون منه دروسا في العظمة لتحكي لهم هذه الآثار عن حضارة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ وتحثهم على السعادة المجد وبناء الوطن أنا لي حوالي خمس طعام سنة في محافظة مارب وأزور المعابد والآثار الحضارية القديمة كل شهر وكل ما زيتها لن تتغير لأن كل ما زيتها بتشوف إلى حاجة أفضل وأن تراث الأباء والأجداد وكل ما زيارة بتحصل على حاجة أفضل وأفضل إدراج آثار مملكة سباء القديمة على قائمة التراث العالمي هو نوع من رد الاعتبار لليمني وحضارته العريقة وشاهد على أنه قادر على صناعة المستقبل كما صنع الماضي وهو تعزيز لمكانة مأرب أرض الجنتين ومهد الحضارة التي كتبت التاريخ وترسم ملامح المستقبل لا شك أنها خطوة موفقة ومقدرة قرار اليونسكو بضمها للتراث العالمي المهدد بالخطر ليلفت النظر لها نظرنا نحن اليمنيين أولا ونظر العالم للاهتمام بها كموروث إنساني وقبل أن يكون موروث إنساني هو شاهد على حضارة تدل على أن هذا الإنسان الذي صنعها في الماضي قادر على أن يصنعها في المستقبل يظل الاهتمام بهذه الآثار والشواهد التاريخية واجب وطني تتحمله الدولة ولا يعفى منه المجتمع معالم تاريخية وأثرية تحكي عن حضارة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ تستنهض الحاضر وتبشر بالمستقبل محمد القليصي لقناة سهيل مأرب ترجمة نانسي قنقر